قام محافظ العاصمة عدن أحمد سالمين بزيارة تفقدية لمبنى مكتب الخدمة المدنية بمدينية صيرة التقى خلالها بموظفي مكتب الخدمة المدنية واستمع إلى معاناتهم جراء تأخير المالية صرف مستحقاتهم التي سبغى وإن وجه المحافظ بمعالجة إشكالياتها وحثى المحافظ مكتب المالية بسرعة استكمال جراءات صرف مستحقات موظفي مكتب الخدمة المدنية بعدا وفق التوجيهات السابقة مشيرا إلى أهمية المسؤولية الكبيرة المناطة بموظفي الخدمة في تسوية أوضاع موظفي كافة الغطاعات الحكومية وتدني مستوى رواتبهم ومستحقاتهم الأخرى مؤكدا حرصه الشديد على متابعة صرف ما تفق عليه مسبقا وتم التوجيه لمدير عام مالية عدن في حينه